أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المبسلين على صراطه المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهو غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا فهي إلى الأبقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يؤسرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم إنا نحن نعي الموتى ونكد ما قدمه وآثارهم فكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثارث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشرهم مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاد المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائر معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم اهتدون وما لي لا أعبد الذي فضعني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضراني مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون دماغ طر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم صامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزمون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مبنون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وفمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما أملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج قلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصلح منه النهار وفيدا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا غرينتهم في الفلك المششون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شعب غرقهم فلا صريق له ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومطاعا إلى عين وإذا قيناه اتقوا الله بين أيديكم وما خلقكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مغردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفقوا للذين آمنوا أنطع من لو يشاء الله أطعبا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتوا صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذه وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى آنهم يرجعون ونفق في السور فإذا من الأجذاث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعده رحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وفإذا هم جميع لدينا مقدرون فاليوم لا تغلب نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضلال على العرائك متكهون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم نعبد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدل مبين وأن اعبدوا لي هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تقولوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعبون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أبواههم وتكلمنا أيديم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء ولو نشاء نتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصقون ولو نشاء نمسنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرزعون ومن معلمه نركسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا بك وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوله ومنها يعترون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من مدون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهو له جند محبرون فلا يحزون تقوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يروا الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول ما هو فهو بكل خلق عليم الذي جعل لهم من الشجر الأخضر فإذا أمرتم منه تنقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخط مثله بنا وهو الخلاق العليم إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكمون فسبحان الذي بيده مله تخل شيء وإليه ترجعون الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجو والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تطوى في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف وريحان فبأيدي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخار فخلق الجن من مالج من النار فبأيدي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأيدي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأيدي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما النؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشاة في البحر كالأعنام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لهم أيها السخلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواه من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ذباتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاسرات الطرف لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لن يتمثهن إنس قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدكئين على رفرف خذر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام